ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستقبل فيها السجون المصرية ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية والمحلية وحقوقيين لمشاهدة ما يقدم للنزلاء من رعاية منطقة سجون برج العرب استقبلت مجموعات من ممثلي وسائل الإعلام الدولية وممثلي عدد من الصحف المحلية وحقوقيين البعض تقررت زياراته للسجون ومن زيارة لأخرى يجد تطويرا وتميزا في الرعاية المقدمة للنزلاء المترجم للنزلاء أعتقد أن كل人 يجب أن يأتي ونرى ونأخذ المرأة الحقيقة من المجموعات لتفهم ما يحدث في إيجيب لذلك أعتقد أنه سيكون أفضل قبل أن تتحدث لنرى من نفسه يمكن سادس مرة أو سبع مرة وزارة الداخلية تستجيب لكل المراسل الأجانب يجب أن يشوف فتح السجون كلها عشان المراسل الأجنبي يشوف بنفسه بالصوت والصورة أحوال المساجين اللافت للنظر أن هناك تطور كبير جدا في الفتاح مصلحة السجون ووزارة الداخلية على الصحافة العالمية أتاح مسؤول السجن للإعلاميين إجراء حوارات ونقاشات مع النزلاء أينما توجهوا حتى يقفوا على أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقاقية عن الرعاية المقدمة للنزلاء عبر وسائلهم بعيدا عن محاولة التزييف كل الأمور كانت إيجابية كيف عرفنا إيجابية من خلال مقابلاتنا مع السجناء ومن خلال رؤية كثير من الأشياء مثلا صالة العمليات مثلا المطابر الملاعب الرياضية وهذه أشياء إيجابية تحسب إلى مصر وتحسب إلى إدارة السجون زرنا المستشفى الملاعب المطبخ مخسلة المغبز شايفين تكلمنا مع السجناء وكانوا كلهم رأهم إيجابية جدا شاهد الوافد خلال الزيارة مستشفى سجن برج العرب وتجهيزاته وبعض الحالات المرضية التي تتلقى العلاق بها وانتقلوا إلى ملعب يمارس فيه النزلاء رياضة قرة القدم وتوجهوا إلى المكتبة والمطبخ ومصنع الأساس الخشبي الذي يتم تأهيل السجين داخله حيث أشادوا بما لمسوه وشاهدوا هناك رعاية صحية واجتماعية وهناك وسائل ترفيه مختلفة وخدمات مختلفة متوفرة للسجناء وأيضا شاهدنا إلى حتى الآن المستشفى شاهدنا الإجراءات الطبية هناك كشف على بعض السجناء وكل شخص يستخدمون المسكة وهم يخبروني أن هناك سنطاعزار في الداخل هذه هي جميلة جميلة لتجهيزات المتوفرة وكل أخرى مستقبلات مستقبلات أتمنى أن كل شيء ستكون同じ وأنها هي هذه الحالة ولكنها هي الحالة الحقيقة ولكن كل شيء في حالة جيدة وفي حالة جيدة الصورة أصدق تعبير عن واقع نزلاء السجون وتحرص وزارة الداخلية على نقلها بكل وضوح ليعلم الجميع مدى الرعاية التي تقدم لهم لتأهيلهم للاندماج في المجتمع في ظل تطبيق أحدث الأساليب العقابية السجون المصرية كتاب مفتوح لمن يريد الاطلاع على أوضاع نزلائها من الحقوقيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية وهو ما تؤكده عشرات الزيارات التي استقبلتها السجون خلال الفترة الماضية وما ستستقبله خلال الفترة القادمة في ظل انتهاجي وزارة الداخلية مبدأ الشفافية في هذا الإطار وفي إطار سعيات نحن السياسة العقابية الحديثة التي تراعي حق الإنسان وقرامته من منطقة سجون برج العرب عبدالله بركات التلفزيون المصري